عند دخولك أي منطقة صناعية لإصلاح السيارات في المملكة تلاحظ للوهلة الأولى العمالة الأجنبية تحتكر تلك المهن إلا أن السعودي صالح اليانس كسر ذلك الاحتكار في محافظة رفح شمال السعودية منذ أن امتهن الميكانيكا وهو في الخامسة عشر من عمره أنا بديت أتعلم الميكانيكا من كان عمري ثمان سنوات وكان الوالد يرسلني جب مفتاح ونظف هذا وفك هذا ويوم صار عمري خمسة عشر سنة بديت أتقن الشغلة واشتغلت بنفسي وفك مكينة ووضبها وفك الدفرنش والقير وما زلت ومارس مهنتي لليوم هذا من أربعين سنة اكتسب اليانس مهنته من والده الذي كان يلقب بدكتور السيارات واعتاد في ورشته أن يقوم بعمله بمفرده على مدى أربعة عقود أنا اشتغلت بورشتي الحالي ولا استعنت بأي عامل أجنبي ولله الحمد والمنى وصاروا يجوني هنا واستشيروني بأي شغلة ظل اليانس يمارس مهنته باستمتاع حتى اليوم اكتسبا ثقة زبائنه التي منحته شهرة واسعة حتى بات يقصده كثيرون لإصلاح عطال سياراتهم ما وجدت أي معوقات في العمل ولله الحمد وعندي زبائن متواصلين بالورشة باستمرار وأسعار معقولة لم تقف هذه الموهبة عند نوع معين من السيارات بل شملت جميع أنواعها بمختلف أحجامها الموهبة أساس مهم إلا أنها وحدها لا تكفي فلابد من سقلها حتى يكبر الطموح وتدرك مرحلة الإنتاجية من محافظة رفحة جزاعا ماصي العربية